بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزاء الطلبة والطالبات السادة أولياء الأمور والسادة المعلمين النهاردة إن شاء الله هنتعرف على كيفية الدخول على المكتبة الرقمية وكيفية الإطلاع على المواد التعليمية على بنك المعرفة لجميع المراحل التعليمية طبعا ده بنك متصل بي أو الموقع أو المكتبة الرقمية متصلة ببنك المعرفة المصري ومتوفرة عليها مواد تعليمية للطالب أو للاطلاع على المادة الموجودة عليه طيب عشان نطلع على المادة الموجودة أو هي إيه هي أصلا المكتبة الرقمية قال إن هي مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري جيبشان نولوجي بانك اللي هو اي كي بي لمساعدة الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية يعني بتضم مناهج ودراسية مختلفة من جميع المراحل التعليمية وللحصول على معلومات ومواد تعليمية وللمساعدة في عمل الأبحاث والمشروعات طبعا مفروض الواتي أن الطلاب من المرحلة الابتدائية من صف الثالث الابتدائية حتى الثاني الإعداد المطالبين بعمل أبحاث ومشروعات فطبعا بنك المعرفة أو المكتبة الرقمية متوفرة عليها المواد التعليمية أو المادة إلا على أساسها نعمل الأبحاث والمشروعات وطبعا بقولنا وسيتم في الأيام القادمة رفع فيديوهات تعليمية لكل المراحل التعليمية على هذه المكتبة طيب إزاي أدخل على هذه المكتبة من على الكمبيوتر أو من على المحمول اللي معايا بنيجي على صفحة جوجل جوجل كروم بنيجي على سطح أو صفحة جوجل وبعدين بنيجي على شريط العنوان فوق وبنكتب اتش تي او نعمل داش أو شرطة ونكتب اتش تي تي بي اس نقطتين ونعمل شرطتين استاضي اي اي دوت اي كي بي دوت اي جي أو بنضغط على الرابط اللي أنا حطاه أسفل الفيديو لإما أضغط على الرابط مباشرة لإما أعمله نسخ وأحطه في شريط العنوان طب بعد ما بحط الرابط اللي معايا في شريط العنوان أو بضعه في شريط العنوان بنعمل انتر أو بنضغط انتر للصفحة اللي قدامي طبعا هنا موجود في الصفحة بقول لين أول حاجة أو أول اختياري خالص موقع المذاكرة الرقمية بفتح للصفحة اللي قدامي وبنضغط على موقع المذاكرة الرقمية أو المنصة الإلكترونية استاضي اي كي بي دوت اي جي للمراحل التعلمية بنضغط على هذه ايه على هذه الصفحة طب بنضغط الصفحة اللي قدامي الصفحة اللي قدامي بقول لك هنا موقع المذاكرة الرقمية أو المنصة الإلكترونية استاضي اي كي بي اي جي للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لجميع المواد الدراسية طيب أنا عايزة من هنا أنزل طبعا أنا ما فتح ليش الصفحة اللي هي الصفحة اللي أنا عايزة أضغط أو أنزل بالماوس لتحت الأسفل الصفحة يعني أتنقل بالماوس لحد ما في النهاية إلى جزء اللي قدامنا موقع المذاكرة الرقمية وزارة التربية والتعليم أضاف الدكتور شوقي أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري لمساعدة أبنان الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال كي جي وصولا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط هنجي على الرابط اللي معانا اللي هو مكتوب باللون الأحمر ده ونضغط عليه طيب لما بضغط أحمر هيظهر للصفحة اللي قدامي اللي هي المذاكرة الرقمية جميع مراحل الدراسية للمراحل الابتدائية والإهدادية والثانوية بنضغط على ذاكر الآن نجي نتلاقى عندنا كده في أقصى أو في اليمين من أسفل ذاكر الآن بنضغط على ذاكر الآن لما بنضغط عليها بيفتح لي الصفحة اللي قدامي طبعا لما ضغطت على كلمة ذاكر لأنه بيعرض للمواد الدراسية فهنا بقول لك الرجاء اختيار المادة اختار المادة اللي انت عايزة لو أنا مثلا عايزة لغة انجليزية أضغط على كلمة أو أضغط على اللغة الانجليزية للصفحة اللي قدامي طبعا هنا موجود في الصفحة بقول لين أول حاجة أو أول اختيار خالص موقع المذاكرة الرقمية بيفتح للصفحة اللي قدامي وبنضغط على موقع المذاكرة الرقمية أو المنصة الإلكترونية study akp.eg للمراحل التعلمية بنضغط على هذه الصفحة طب بنضغط عليها كده بيظهر لو أنا ضغط على الأول الإعدادة يفتح للصفحة اللي قدامي أو اللي قدامنا الوقت ظهرة طبعا هنا بتجيب لي الوحدات في unit 5, 1, 7, 6 طيبا معنى كده إن فيها ترمي أول وترمي تاني لا أنا عايزة ترمي التاني طبعا الترمي التاني عندنا في الصف الأول الإعدادة يبادئ من unit 7 هضغط مثلا لو أنا ضغط على unit 7 أو لو أنا ضغط على unit 10 لو أنا مثلا عند unit 10 معانا أهيتي لو أنا ضغط على unit 10 هي فتحة الصفحة اللي قدامي مكتوب في الصفحة هنا بقول لك preparatory 1, track 2 طبعا هنا في حاجة اسمها أو في أمر مكتوب اسمه ابدأ بضغط على كلمة ابدأ اللي معايا بفتح للصفحة Students book Unit 10 Lesson 3 Exercise 2 Listen to an interview with an architect Deena Hasan Which 3 sentences does Deena say about her house of the future? Hello Welcome to our podcast Homes of the Future Today we have a special guest Deena Hasan ترجمة نانسي قنقر 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 بفتح لي الايكون اللي معايا ممكن اضغط على حفظ ملف الصوت باسم حفظ ملف الصوت باسم وطبعا بفتح لي صفحة بنعمل سيف للنص اللي قدامه ممكن اسيفه على سطح المكتب ممكن اسيفه على اي جزء في الجهاز بنختاره وبنعمل سيف طيب ده طيب لو انا عايزة مادة تانية غير اللغة الانجلزية عايزة مثلا اللغة العربية لو انا ضغطت على اللغة العربية هنختار هنا مثلا موضوع معين يعني اي موضوع من الموضوع طبعا ازا معنا شايفين كده ظهر السطح او الايكونة او على درس مكارم اخترت مثلا من اللغة العربية درس مكارم الاخلاق موجود عايزة اعمله تنزيل بضغط على الايكونة اللي هي موجودة السهم اللي نازل تقوى اعمل تنزيل طبعا لو انا ضغطت تنزيل بنزلي على سطح المكتب طيب فيه برضو في نفس الصفحة الاساسية اللي هي المذاكرة الرقمية فيه مصادر اخرى يعني فيه عندنا موسوعة الفراشات فيه عندنا كتب الفراشة فيه عندنا القوامس والمعاجب اللي انا محتاجة لو انا محتاجة اي مصدر من دول بضغط عليه يعني مثلا لو انا ضغطت على موسوعة تحلي مثلا اه الحاجة الموجودة قدامني يعني مثلا اقول لك فرص النورة والبكارم فيه يعني الاشكال عايزين فيه موسوعة اليوم بنختار وبنشوف الموضوع او التوبك اللي انا عايزاه او بتكلم عنه من خلال هذه الايكون اشتركوا في القناة